بسم الله الرحمن الرحيم أبناء العزاء معاكم دكتور محمود حسين الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الملك خالد عشان نتكلم السنادي عن قرص الصائل استبلايزيشن أو تثبيت التربة مفروض أن القرص دوت خاص بالمستوى العاشر لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الملك خالد أول حاجة هنتكلم عليها اللي هو شابتر 1 اللي هو الانتروداكشن أو مقدمة عن القرص عموما الشابتر 1 أول جزء فيه اللي هو البارت 1 في بعض الديفنيشنز اللي أنت لازم تكون عارفها عن الصائل فأول حاجة هنتكلم عليها الأيرث كراست الأيرث كراست يعني القشرة الأرضية العلماء قسموا القشرة الأرضية إلى روك وصائل الصائل دي تعتبر الطبقة العلوية من الأيرث كراست أما البيد فدي تعتبر الطبقة السفلية الصائل فيه عندنا منه أورجانيك لير وفيه طوب صائل وفيه صاب صائل وفيه البيرونت ماتيريالز أما البيد روك دي بتبقى الطبقة العميقة في القشرة الأرضية لو عايزين نعرف الروك والصائل فحنتكلم الأول عن الروك الروك تجمعه ومتلحمه مع بعض من المعادن من المعادن المختلفة زي اللي انت درستها في المقدمة بتاعت الهندسة الجيوتقنية أما الصائل فهي برضك تجمعات لحبيبات بس التجمعات بتاعت الحبيبات ديت produced by mechanical disintegration of rock and other weathering process where it may be contains organic constituents and water يعني الصائل ديت أصلا ناتجة من الروك يعني الروك هو اللي بيطلع لنا الصائل في الآخر عن طريق ممكن فيه mechanical disintegration وفيه كمان chemical وفيه weathering process مختلفة درست انت الكلام ده كله في المقدمة بتاعت الهندسة الجيوتقنية في المستوى الخامس وعرفنا أنواع الوزرينج وأنواع disintegration بس يهميني دلوقتي أنه فيه فرق بين الروك والصائل ويهميني جدا أنه أنا أعرف أن الروك بتاعي يعتبر very high strength يعني مقاومته عالية جدا وإحنا في القرص ده عشان بنتكلم عن soil stabilization أو تسبيت الطربة فيهميني المقاومة بتاعت السويل وإزاي نخليها very high strength زي الروك طبعا فيه حد هيسأل طب أنا إزاي هفرق ما بين السويل والروك فيه التعريف يعني أقول لك مفيش أصلا حد فاصل نقدر نقول إن ده روك أو ده سويل فبعض الروك اللي هو بيبقى متكسر بنسموه fractured rook maybe strong ممكن يكون قوي جدا إنه هو بقى روك وممكن يكون ضعيف من بعض أنواع السويل فمفيش حد فاصل يقدر يفرق لنا ما بين السويل والروك كمقاومة سابتة طيب إحنا الكورس بتاعنا دوت ليه تعريف أو وصف دي إحنا هندرس إيه برضك فيه الكورس بتاع السويل الميكانيكس اللي أنت درستها في المستوى الثامن والخواص بتاعة السويل عشان أما نيجي نتكلم عن السويل استيبلايزيشن أو تثبيت التربة لازم يكون فاكر أنت الجزء بتاع الخواص بتاعة التربة والخواص الميكانيكية والهايدروليكية وخلافه كمان هندرس الهبوط بتاعة السويل وبعدين هندرسي نشوف التثبيت بتاعة التربة أنواعه كله بالإضافة مليه الجراوتينج أو الحقن بتاعة السويل وتسليح التربة